فالعقيدة مهمة جداً وينبغي العناية بها وينبغي تجنُّب كل ما يُخِلُّ بها وأن لا يغتر الإنسان بما يفعله الناس أو ما يُفتي به بعض الناس لا يغتر بهذا بل عليه أن يتبع الحق ويُصحِّح عقيدته ويهتم بها لأنها هي أساس الدين وهي مصدر الخير وهي الصلة بالله عز وجل فالله جل وعلا أمر أن لا يُدعى إلاه أمر أن لا يُطاع إلاه سبحانه وتعالى أمر أن لا يُذبح إلا له أمر أن لا يُنذر إلا له لا يُسجد إلا له لا يُصلى إلا له لا تُؤدَّى أي عبادة من أنواع العبادات إلا لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماكي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أُمرت وأنا أول المسلمين ولا غير الله يبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزروا وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون وفَّق الله الجميع لما يُحبُّه ويرضى صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين